مرحبا لقد فعلنا الكثير مع المتجهات في الكثير من المسائل عندما قذفنا شيئ ما في مسائل حركة المكذوفات وعندما قمت بحل المسائل عن سطح المائل دائما تعاملت مع المتجه كما أنني سوف أرسم متجه مثل هذا سوف أقول أن شيء له سرعة مقدارها 10 متر ويمكن البزاوية مقدارها 30 وسوف أحللها إلى المركبة السينية والمركبة الصادية وإذا سمعت هذا المتجه بV هذا المتجه بV سوف يكون لهذا المتجه هنا مركبة سينية وهي VX وهو المتجه الموجود هنا لليمين المركبة السينية لهذا المتجه وVY سوف يكون المركبة الصادية للمتجه ويمكن أن يمثل بهذا المتجه إذن هذه هي VX وهذه هي VY ونأمل الآن أنه أصبح أمر ثانوي في شرح هذه المتجهات VX تساوي 10 ضرب جيب تمام هذه الزاوية إذن 10 جيب تمام الثلاثون والتي أعتقد أنها تساوي الجذر التربيعي لثلاث مقصوم على اثنان ولكن لست قلقا في هذا VY سوف تكون 10 ضرب جيب تلك الزاوية ونأمل أن هذا بدهي لك وإذا لم يكن يمكنك الذهاب إلى سوى كتوى جيد جيب ثلاثون درجة هو المقابل ويمكنك الحصول على ذلك ولكننا قمنا بمراجعة كل ذلك في الفيديوهات الأولى عن المتجهات ولكن ما أريد فعله لأن هذا مفيد في حركة المكتوفات البسيطة عندما تبدأ بتعامل مع متجهات أكثر تعقيدا وربما تتعامل مع عدة متجهات لمتجه ومتجهات في ثلاثي الأبعاد وتبدأ بتعامل مع الجبر الخطي في عدة أبعاد ونحن نحتاج لطريقة شاملة طريقة تحليلية بدل من رسم صور للمتجهات الممثلة إن الذي سوف أفعله استخدام شيء يسمى أعتقد أن كل شخص يسمي هذا بمتجه الوحدة ماذا نعني بذلك؟ إذن إذا قمنا بتعريف بعض هذه المتجهات دعني أرسم بعض المحاور ومن المهم جدا معرفة إن هذا لا يربكك في البداية ولكن هذه المسائل الفيزيائية التي حللناها في البداية دعني أرسم المحاور دعني أقول هذا الصفر وهذا واحد وهذا اثنان إذن سفر واحد اثنان لا أعلم إذا كان يجب أن أكتب هذا أو أن أكتب شيئا آخر دعنا نقول هذه واحد اثنان في الاتجاه العمودي أي الصادي أنا سأقوم بتعريف ماذا نعني بمتجه الوحدة في بعدين إذن أولا سأقوم بتعريف المتجه وسوف أسمي هذا المتجه بـ I وهذا هو المتجه إنه بالضبط على المركبة الصينية حيث لا يوجد له مركبة صادية ومقداره يساوي واحد إذن هذا هو I ونميز بين متجه الوحدة من خلال وضع علامة ككبعة صغيرة فوقه نستعمل هذه الرموز أحيانا في بعض الكتب سوف تشاهد I بدون كبعة إنها فقط حروف وهناك رموز وغيرها ولكن إذا شاهدت I إنه ليس بالمعنى رقم وهمي يجب أن تدرك أنه متجه الوحدة مقداره واحد واتجاهه بالكامل في الاتجاه السيني وسوف أقوم بتعريف المتجه الآخر وهو يسمى J وهو نفس الشيء لكنه في الاتجاه الصادي ذلك هو المتجه J ونضع كبعة صغيرة فوقه إذن لماذا فعلت ذلك؟ جيد أن أتعامل في بعدين وبعدها سوف أتعامل مع ثلاثة أبعاد إذن سوف يكون في ثلاثة أبعاد وسوف نسميه K لكن لا تقلق في ذلك الآن ولكن إذا كنا نتعامل مع بعدين يمكن أن نعرف أي متجه بدلالة أي متجه من هذين المتجهين إذن كيف نفعل ذلك؟ جيد هنا متجه دعنا نسميه V هذا المتجه V هو مجموع مركبته السينية زائد مركبته الصادية عندما تجمع متجهين يمكنك وضع الرأس على ذيل مثل هذا وذلك هو المجموع إذن نأمل أنك تعرف ما نفعل المتجه V يساوي مركبته الصادية زائد مركبته الصادية عندما تضيف متجهات فإنك تقوم بالجمع والنتج هو في نهاية المطاف هذا سيكون صحيح سوف يكون إذا أضفت هذا المتجه ووضعت هذا أذيل على هذا الرأس ونهاية هذا إلى بداية هذا إذن ذلك هو المتجه إذن يمكننا أن نعرف Vx كمتعدل لـ I لمتجه الوحدة جيد بالتأكيد Vx بالكامل اتجاهها في الاتجاه السيني صحيح ولكن لا تحمل مقدار واحد لها مقدار عشرة جايب ثلاثونة درجة إذن مقدارها هو عشرة دعني أرسم متجه الوحدة فوق هنا هذا متجه الوحدة I وسوف تكون شيء يشبه هذا أو هذا إذن Vx بالضبط في نفس الاتجاه وهو نسخة مصغرة في هذا المتجه وما متعدد متجه الوحدة جيد متجه الوحدة لديه مقدار واحد هذا له مقدار عشرة جايب تمام الثلاثونة درجة أعتقد هذا مثل خمسة جذر التربيعي لثلاث شيء مثل ذلك إذن يمكنك كتابة Vx سوف أغير اللون حسناً لأن هذا شيء ممتع يمكننا كتابة Vx يساوي عشرة جايب تمام الثلاثونة درجة ضرب هذه الدرجات ضرب متجه الوحدة حسناً ضرب متجه الوحدة متجه الوحدة I هل هذا منطقي؟ جيد متجه الوحدة I يذهب في نفس الاتجاه لكن المركبة السينية لهذا المتجه أطول بكثير إنها عشرة جايب تمام الثلاثون أطول وذلك يساوي عشرة جايب تمام الثلاثونة درجة ويساوي الجذر التربيعي لثلاثة لثلاثة على اثنان وبشكل مشابه يمكن كتابة المركبة الصادية لهذا المتجه شيء ضرب J إذن يمكننا كتابة VY جيد هذا يساوي ما جايب الثلاثون جايب الثلاثونة درجة يساوي نصف حسناً نصف ضرب عشرة يساوي يساوي خمسة إذن المركبة الصادية اتجاهها بالكامل في الاتجاه الصادي إذن هي سوف تكون من مضاعفات الجي متجه الوحدة جي وما هي مضاعفاته جيد طوله خمسة وبينما متجه الوحدة له طول مقداره واحد إذن إنها خمسة أضعاف متجه الوحدة إذن كيف يمكننا كتابة المتجه V جيد نحن نعرف أن V هو مجموع مركبته الصينية ومركبته الصادية وكما نعلم أن هذا المتجه الكل V ما هي المركبة الصينية X إن المركبة الصينية X يمكن كتابتها كمضاعفات المتجه الوحدة X هناك لليمين إذن يمكن كتابتها خمسة الجاذر التربيعي لثلاث ضرب متجه الوحدة I زائد المركبة الصادية Y إذن ما المركبة الصادية Y جيد المركبة Y هي مضاعفات متجه الوحدة لY أصادية والتي يسمى بJ ويضع عليه فوقه قبعة صغيرة إذن ذلك بالضبط يساوي خمسة J خمسة ضرب متجه الوحدة J إذن إنما نفعله الآن من خلال هذا التعريف لنتذكر ال-I هذا متجه الوحدة باستعمال متجه الوحدة في بعدين يمكننا كتابة المتجهات ومعرفة الاتجاهات من خلال تمثيل أو التعبير عن أي متجه في أي اتجاه بدلا من رسمه دائما كما كنا نفعل سابقا والقيام بتحليله تفعل ذلك دائما بصريا يمكننا أن نبقي في نظام التحليل وليس نظام الصور وما يجعله مفيدا جدا إنه إذا كان لدي إذا كان لدي متجه بهذه الصيغة يمكنني جمعه وطرحه دون الحاجة إلى اللجو إلى الوسائل البصرية وماذا أعني بذلك إذا كان لدي متجه A يساوي يساوي 2I زائد 3J ولدي متجه آخر B السهم الصغير يشير على أنه متجه في بعض الأحيان نشاهد سهم كامل حسنا هذا المتجه بيساوي 10I زائد 2J إذا أردت أن أقول ما مجموح هذين المتجهين المتجه A زائد المتجه B ولكن قبل أن يكون لدينا الرمز هذا المتجه يجب علينا رسمها ووضع الرأس على الذيل كان عليك القيام بها بصريا وسوف تفعل ذلك ولكن عندما تقوم بتحليلها إلى المركبة السينية والمركبة الصادية يمكنك فعل ذلك بشكل منفصل إذن المتجه B زائد المتجه A يساوي 2 زائد 10 ضرب متجه الوحدة I زائد 3 زائد 2 ضرب متجه الوحدة J وذلك يساوي 12I زائد 5J والشيء ما ربما نريد عمله سوف أفعله في الفيديو المستقبلي بالواقع رسم هذين المتجهين وجمعهم بصريا وسوف تشاهد أنك تحصل على الإجابة بالضبط وسوف نذهب إلى الفيديوهات المستقبلية وسوف ترى كيف هذا مفيد جدا عندما نبدأ بمسائل فيزيائية معقدة أو أننا نبدأ بالفيزياء مع التفاضل والتكامل على كل حال قريبا سوف أتعدى الزمن ولذلك سوف أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر